إذن دكتورة بالبداية خلينا نحكي عن النساء ونشوف رأيك هل بالفعل المرأة الأردنية والسيدة الأردنية في إلها بيكون تمثيل في المناصب النقابية ومراكز صنع القرار؟ أول شي بشكركم على طرح هذا الموضوع المهم والموضوع اللي هلأ حديث الساعة عالمياً وليس فقط محلياً حقيقة إذا ما قارننا نسب النساء في المناصب القيادية بعددهن على مقاعد الدراسة فهو قليل جداً يكاد يكون شحيح لأنه بمقاعد الدراسة بالوظائف المهنية نحكي طب هندسة حقوق طب أسنان صيدلة تمريض وما إلى ذلك عدد الطالبات يكاد يساوي عدد الطلاب أي أن التمثيل تقريباً 50% وكلما تعدينا في المراحل للأمام وبدأنا ندخل إطار أحكي عن الطب التخصصات بتظلها نسب النساء عالية لكن لما منقرب على قمة الهرم وعلى المناصب الإدارية والقيادية نجدها قليلة أو حتى أحياناً معدومة بمعنى قليل جداً من الطبيبات صاروا عميدات كلية ومعدودات ومعروفين يمكن ببداياتهم كانت دكتورة نجوة خوري بالتخصص العالي بعدها صار كذا حدا بفترة قليلة عدد قليل جداً قليلات جداً كرئيسات جامعات قليلات جداً بمواقع مدير مستشفى مثلاً قليلات في العمل النقابي بالخدمات الطبية لم يحدث وأن كان الطبيب مثلاً مدير خدمات طبية مع أنه وصل لمناصب قيادية كبيرة كمستشار لمدير الخدمات وكرئيسات لكلية التمريض ومستشارات برتبة لواء على رأس عملهم بفترة طويلة إلا أنه لم يصدف وكانت إحداهن مثلاً مدير للخدمات أو رئيس للجامعة الأردنية أو عميد كلية الطب أو مدير مستشفى الجامعة مثلاً أو وزير للصحة وما إلى ذلك فهو قليل جداً حقيقة نعم يعني المشهد العام للأسف هو دون الطموح إذا ما قورن بنسبة الحاصلات على الشهادات الجامعية والتفوق أيضاً في مجالهم بتخصصاتهم إذا نرجع إلى التلاتينات تسعة وثلاثين كان في عندنا دكتورة سلوى خوري من مؤسسين نقابة الأطباء وعضو كان فاعل بيئة نقابة توقعنا من التسعة وثلاثين لليوم يكون التحرك النقابي وتحرك السيدات باتجاه أعلى قمة الهرم المفروض الطريق أسهل لكن ماذا حدث؟ حدث أنه لم تعطى المرأة دورها الحقيقي إذا ما قورن بدورها بالعطاء يعني الطبيبات منذ قديم بدء الطب في الأردن وعندنا طبيبات مميزات إن ذكرنا دكتورة سلوى وبشكرك على ذكرها ويخريشت الأيوبي بالأربعة وثلاثين كانت من الناس اللي طالبوا بعمل جمعية معينة أو نقابة معينة للأطباء من ضمن المبادرين وكانت أول عضو هيئة إدارية وطبعا إحنا منستسق المعلومات من مدونة أستاذنا الدكتور كامل العجلوني الله يعطي الصحة والعافية لأنه جمع كل هذه المعلومات وأنا قرأت كل مدونته لأنه قدمت عن المرأة الأردنية الطبيبة بإكسبو دبي ممثلة للأردن بيوم المرأة بشهر ثلاثة فكان في معلومات ممتعة جدا حقيقة دكتورة سلوى كانت من الهيئة الإدارية بالتسعة وثلاثين ونقابة الأطباء حقيقة تشكلت كأول نقابة تحت مسمى جمعية بقرار رئاسة وزراء بالألف تعمية أربعة وربعين وبعديها بالألف تعمية أربعة وخمسين بلش العمل فيها بمسمى نقابة لأنه بلش مفهوم النقابات يظهر أو يطفو عنا دكتورة نيرمين توتنجي وهي ابنة لأول وزير صحة دكتور جميل توتنجي كانت الرابعة في العالم جراحة صدر مثلا وإجت على الأردن ويعتز دكتور داود حنانية بأن ذكر بمقابلته بأنه دكتورة نيرمين دربته أختها دكتورة نيفين أسست مراكز الأممة والطفولة ونشرت الوعي عن المطعيم ومن بعدهن الكثيرات من الطبيبات الرائدات في الأردن التي استلم فعلا دفت نشر الوعي والعمل الطبي بإخلاص وتفاني ووصل لرتب باشا ولرتب أستاذة ولكن لم أرى أي منهن رأسا للهرم في المؤسسة التي عملت فيها في أمين عام وزارة صحة مرة أو مرتين دكتورات وأنا متأكدة أبدعاً وكان كنا قدر المسئولية إلا أنه قليل جداً هذا التمثيل أول شهاد الطب في الأردن حقيقةً تم الخريج من الأردن تسليمها للدكتورة طاروب خوري كأولة الدفعة بأول دفعة من قبل جلالة المغفور له سيدنا الحسين رحمه الله وطيب ثراء إذن طيب دكتورة يعني كل النجاحات اللي ذكرتيها وحكيتي عنها ومن التسعة وثلاثين لليوم ولسه لليوم عم نشاهد يعني وعم بيكون في قدامنا أمثلة كتير كبيرة للنجاحات سواء بالقطاع الطبي وغيره من القطاعات الأمرأة الأردنية عم بتكون رائدة في مختلف المجالات طيب شو المشكلة؟ وين الخلال؟ ليه ما تقدمنا؟ على مين الحق؟ هل هو على السيدة؟ هل هو على المجتمع؟ هل هو على الرجل في بيئة العمل؟ على مين الحق نقدر نحطه؟ إذا برجع بأكد نقطة أن هذا الأمر أمر يعني يتم التحدث فيه عالميا وليس فقط محليا إذن هي المشكلة مشكلة كافة الناس بمختلف القارات على كافة المستويات الثقافية والحياتية الاجتماعية لأنه بكل مؤتمر بأميركا وأوروبا من 2009 عم بشوف سيشن خاص بيكون ومن ان ليدرشيب ومن ان ميديسن إذن القضية عالمية لكن لدينا أظن لها علاقة بالتنشئة أولا الفكر الاجتماعي الفكرة التي مناطب المرأة بأنها للعمل داخل البيت والتربية والتنشئة وهذا برأيي أجل عمل تقوم في المرأة حقيقة ولا يقلل من شأنها طبعا لكن المرأة ملتي تاسكر هي متعددة المواهب وقادرة على العطاء بأكثر من مجال في آن واحد طبعا وقارنوا أنتو أنفسكم بالزملاء لا تقليل من شأن حدا بس أنت ممكن تكون بس إحنا أشطر من بتجهزي بشغل البيت وبتديري بالك على العيلة وبتديري بالك على الواجبات الاجتماعية بنفس الوقت غير مقصرة بعملها بحسب بالفعل بحسب الدراسات المرأة بمراكز صنع القرار الأقل فسادا والأكثر حرصا على موارد المؤسسة هذه دراسات مثبتة هذه دراسات مش من عندنا نسب الفساد أقل بوجود المرأة على رأس الهرم لأنه عم نحكي أن المشكلة العالمية دكتورة ميسم فيه مصطلح بيسموه بيضع المرأة بمراكز القيادة وصنع القرار في فترة الأزمات أو بتكون غير مؤهلة لإثبات أنها غير قادرة على هذا الوضع الاجتماعي أو الترقية أو أنها تكون مديرة المؤسسة بحب أسمع تعليقك على هذا وهل موجود عندنا محليا أنه إحنا نضع السيدة بمرحلة اختبار من أجل أن تفشل إما السيدة بمرحلة اختبار صعبة وإما السيدة غير المناسبة للموقع حتى نثبت بأنها ليست على قدر كافي من المسؤولية وليست أهل للمنصب ولكن إن تم اختيار الناس المناسبة في الوقت المناسب والمكان المناسب ولماذا لا يتم التدريب أيضا أرى وأنه يجب أن يتم تدريب على القيادة وهذا الإشي إحنا كطبيبات بلشنا فيه من بعد مؤتمر الطبيبة الأردنية الأول لحد الآن عم نعمل جلسات خاصة للتدريب على القيادة وبالتالي عم من هيئ الطبيبة المرأة الأردنية إنها تكون عميدة في كلية الطب رئيس للمستشفى رئيس للقسم وحتى بكل المناصب عنا طبيبات عين وعنا طبيبات نائب ولكن الأعداد قليلة جدا تكاد تكون أقل من 1% للأسف نعم نعم طيب يعني بما أننا كمان عم نتحدث عن دور الرائد أيضا اللي عم بتقوم فيه المرأة بهذا المجال يمكن ما بدي أحكي لك تعطينا نسب ولكن المرأة في النقابة نقابة الأطباء هل نسبة التمثيل متساوية أو متناسبة مع النقابات الأخرى إذا بتقدر تعطينا لمحة عن هذا الموضوع؟ أنا أقدم لك الحقائق وأنتي أعمل الحسبة من 1944 بلشت جمعية الأطباء الأردنيين 1954 أصبحت نقابة الأطباء الأردنيين منذ ذلك الوقت الدكتورة سلوة حبيب خوري كأول واحدة وبعدها ثلاث طبيبات كنا في المجالس النقابية وهذول كانوا بالفترة الأخيرة يعني بآخر عشر سنوات لحد الآن وأنا كنت معينة تعين ولم أكن انتخاب يعني أنا معينة بسبب ظروف معينة حصلت في النقابة فكان هناك لجنة معينة وأتيت فيها ممثلة للطبيبات ولو لم أخذ فرصتي بهاي الطريقة كان يمكن مش عمره رح يبين أنه في طبيب قادر على العمل والإنجاز وبصورة ضاهي الزميل الطبيب ثلاث طبيبات في المجالس المنتخبة على مر العقود لنقابة الأطباء والآن لدينا طبيبتين ترشحوا ومنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بحيث أنه يظهر الدور للمرأة في عنا زميلات كمان بتمثيل قليل جدا في بقية النقابات الزميلة الأسنان الصيدلة وتمريض وتكاد تنسى نسب التمثيل مع أن عملهن يفوق كثير من الزملاء بالإنجاز وأنا يعني بهالسنتين خلطت الطبيبات من مجالس التمريض سيدات ووجدت الإبداع حقيقة أن المرأة عاطفية تستعمل ضدها وأنا أرى أنها نقطة للإبداع والإنجاز وأرى أن الصدق فيها ومحبتها للعطاء وتحديها للمجتمع الذي يحاول أن يثبت أنها غير قادرة هي التي تشهد فيها الهمة وهي التي تجعلها منتجة وهي تجعلها تتحدى ونحن نحب التحدي ونحن كلنا نساء ونعلم بأننا نحب التحدي ونحب أن نثبت ما دام حوالينا جو مشجع في البيت في العائلة في الأصدقاء وفي المهنة يعني إذا الحواليكي ما بيحاولوا يكسروا مجديفك باللغة العامية أنت قادرة على العطاء اللامتناهي نعم يعني دكتورة ميسم لما نتحدث حضرتك عضو بلجنة تسيير أمور نقابة الأطباء بالتعيين هنا منرجع أنه لساتنا نعتمد على فكرة الكوتا ولساتنا نعتمد على فكرة أنه لازم يجي القرار من فوق والتعيين من فوق لوجود المرأة للأسف صحيح إذا ما نظرنا لرؤية سيدي صاحب الجلالة وولي عهده وجلالة الملكة وتشجيعهم للنساء بكافة المجالات أرى أنه يجب أن نتخلص من الكوتا الكوتا كانت أصلا مؤقت المحطوب عبارة عن طريقة لإعطاء المرأة الفرصة أن تصل نعم وبعد ذلك يجب أن تثبت بأنها قادرة على التنافس والخوض في التجربة التنافسية لتفوز بدون كوتا جلالة الملك دائما يعزز أن المرأة ضروري دورها بكل المجالات وجلالة الملكة تحاول أن تدعم الكثير من النساء وسمو وولي العهد يشتغل على هذا المضمار بصورة واضحة جدا فماذا بقي لنا نحن الشعب يجب أن نعمل بهذه الرؤية لندعم المرأة وندعم كل السيدات الناجحات وهن كثروا أرجوكم نأكد أنهن كثر ولسنا أقلية وهن قادرات على العمل الأسماء اللي ذكرناها يعني نقطة ببحر من الإضاء والعطاء لو أظل أحكي لك عنا على الأقل عشر طبيبات تكرمنا عالمياً وتميزنا عالمياً عنا بكافة مؤسسات الدولة وكافة التخصصات دكتور أنت لا تحب أن تحكي عن حالك بس أنت كمان كرمت عالمياً الحمد لله ولم تكرمي محلياً الحمد لله ليس موضوع التاب ولكن موضوع أنت تستحقي التكريم أيضاً ببلدك الله يسعدك بلدي دايماً على راسي وأنا عندما أكرم عالمياً تكون فرحتي لأني مثلت بلدي ولأني وضعت صورة الأردن في كتب عالمية وبتعرفي أنه بالعيد الخمسمية للكلية الملكية البريطانية للأطباء كنت واحد من خمسين زميل للكلية أحدثوا فرقاً في مناطقهم وهذا فخر وهم هيهم جايين إن شاء الله الكلية الملكية البريطانية للأطباء بشهر عشرة على مؤتمر الطبيبة العربية الأول الأردنية الثانية عندنا بالأردن بإذن الله ببلد الخير والمحبة وبلد كل العرب رح يجووا الإنجليز ويشاركوا معنا بسيشن كامل يجتمعوا بكل الزملاء العرب في بلد نحن فخورين فيكي أنا فخورين فيكي وبالفعل المرأة الأردنية هي مفخرة أينما تواجدت وسواء مركز صنع قرار أو تأثير فهي بالفعل فاعلة وقادرة ومنتجة قادرة على الإنجاز قادرة على العطاء دون أن تقصر في بيتها وعائلتها كل التكريم من عندكم لكل سيدة أردنية إن كانت عاملة خارج البيت أو مجاهدة داخل البيت نشكرك كمان على مؤتمر الطبيبة الأردنية الأول أيضا لأنه أنت أوجدت فكرة هذا المؤتمر من أجل تكريم السيدات في هذا القطاع أيضا نعم تكريم الطبيبات على وجه الخصوص فهنا منسيات إلى حد ما ونتمنى أنه كل المهنة تكرم رائداتها إذن شكرا لوجودك معنا دكتورة ميسا مع كروش استشاريز جهاز هضمي وكبد والناطق الإعلامي باسم لقابة الأطباء الأردنيين أهلاً سهلاً فيك شاركي أهلاً لكم شكراً شكراً يعطيك العافي شكراً لحضورك معنا نورتنا شكراً لرؤية المميزة